تلقى حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى برقية تهنيئة من سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل رفع فيها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلال الملك المعظم أسمائيات التهاني والتبركات بمناسبة تحقيق مملكة البحرين لأربع ميداليات مع ختام دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وأكد سموه أن ما تشهده الرياضة البحرينية من تقدم وتطور على مختلف المستويات يجسد الاهتمام والرعاية الدائمة التي يحظى بها القطاع الرياضي من دعم جلالته أيده الله حتى أضحت الرياضة اليوم تحقق المنجزات على جميع المستويات الدولية وتعزز مكانة مملكة البحرين في مختلف البطولات مشيدا برؤى وتوجيهات جلالته السديدة التي هي نبراسا يحتفي بها جميع الرياضيين لمواصلة تحقيق الرفعة لمأسيرة الرياضة البحرينية بما يحقق الأهداف المرجوة ترجمة نانسي قنقر